أنا مش هايزة بقى في علاقة بدّي بس مش هايزة بقى في علاقة بدّي بس بتاخد سكينة بتاخد جبر خواطر بتاخد إنّك لو إقاتي ممكن تلاقي حد جنبك بتاخد إنّ تلاقي حدّي طب طب عليه وكاد صاحبتها دي كويسة بيتها يقلي مكنتش هتطر إنّي تخش في كل العلاقات دي على الأقل تاخد حدّ صدّ يفي دائمًا بيعندك صاحب كاد صدّ صدّ الضمير طيّ ترعلك من وراء كده طول ما أنت إيّعي إيّعي تروحي كذا كذا مالكيش دعوة مالكيش دعوة أنا اخترت كده يلا يلي ويلي فتلاقي أنت أنا خايفة إنّ أنا تاني يوم مثلاً أعمل كده فلاقي ده وراء مثلاً بيتحك أو فيه مثلاً صاحبة تلاقي بتنصحك نصايا حلوة فتبقى عادي مستنيها صحيح دول بيفرقوا فعلاً في حياتنا طبعاً بيفرقوا بس هو كل حيثين برضو إلى اللون يختار الصحاب لأنا اللي بختار له هو ما بختار شبه ها هو غلط نحن نختار للطفل صحابه؟ ما هو حتى لو اخترناه وتتحطولي في التربية الإيجابية؟ حتى لو اخترناه هو في الآخر يختار الشبه يعني لما بنجبر قليلاً نمتعي ندور على الناس اللي شبهنا اللي بيحبوا الحياة اللي بنحبها اللي بيفكره زينا اللي زي ما أنت قلت, بيقولونا كلام كويس عن نفسنا بيطمنونا هالعلاقاتهم في حياتنا مرايات فإحنا محتاجين مرايات صالحة مرايات نقية تورينا صورة كويسة مش صورة مشوهة مش يكرهونك نفسنا فيعني إيه لازم تكون إيه مش صورة مشوهة لازم تكون إيه صورة كويسة وبتعتمد عليها وقعدها حاسة إيه موجودة بالضبط طب صاحبتها تخزي لها مرتين؟ آآ هي ده يعني محتاجين يعيد أصلا فكرة النظر معقول؟ صاحبتها ولا يعني دي صحاب ولا مش صحاب يعني اللي خزني مرة ورجعت له تاني فالمشكلة مش عندها بقى طب ما أنا بقول حرام وحصل خير ودي أول غلطة وإيه يعني؟ آآ بس دي غلطة يعني مش هينة مش غلطة بسيطة وغلطة أثرت في حياتي تأثير كبير وأنا شايفة أنه مؤذي بالنسبالي فرجعت لها تاني وقامنت لها بنفس الشكل يبقى أنا عندي مشكلة طب أهلاء لما خطبوا لها الولد ده كانوا غلطانين؟ اللي اتخطبت له وهم برضو مش عارفين يعني خلفية الأحداث وما شايفينها بترفض وخلص طب ما أنا مش هزو معرف خلفية الأحداث أنا شايفة بنتي بتضيع فأنا دلوقتي بتدخل بكل ما قوتيت من قوة وخلاص يعني طالما الأدب مش نافع الكلام مش نافع لا أنا هسيطر تعامل بقى بطريقة تانية هتعطوا لي بقى برضه هتعطوا لي تعطوا لي تربية إيجابية تانية مش هنجيبسل تربية إيجابية فالص اه انافذ انها أنا يا حبيب ما تحطش صبعك في الكهراء يا حبيب ما أنا هقوم أشده يعني كمان مش هزين نلمس الولد الكهراء مني لا بس ده لحد سن معين بس بعد سن معين واحدة زيها بقى قعدة أعرف أن بنتي بتشرب حاجات وأن بنتي يسحبها مش كويسين صحيح سحبتها خزارتها كذا مرة قعدة بتحب لي في قصة حب قعدة بتكذب عن الناس لا تعالي بقى يعني تعالي بقى إحنا اللي نعلمك يعني الأهل يقوموا لكن مش واحد زي ده وليه يقوم اللي قصدك أنه هو اللي كانت مرتبطة بي آه لا بيقول أنا بعلمك أنا بقدبك لا الأهل اللي رابه الأهل اللي يعلمه لكن مش ده حيب قوي وجزء مهم قوي من القصة هو الأهل يعني جزء مهم قوي من القصة دي مالوم بقى غالباً هي عندها يعني خوف من الهجر ده أحد العرض الأساسي اللي خلية عندها مشكلة في القصة إن صحبتها تخونها وترجع تاني إن الشخص أزاهو عايزة يرجع مرة تاني عندها مشكلة في القصة دي والقصة دي ما نشأها العيلة إنها ملاقيتش الاحتياجات النفسية الأساسية في الطفولة